أهلا بكم من جديد اختلطت مشاعر الفرحة العارمة بالحزن الشديد لدى الأسرى المحرارين الذين أفرجت عنهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة فقد أعرب العديد من الأسرى المفرج عنهم عن حزنهم الشديد لما ألم بسكان قطاع غزة من ضمار شديد جراء العضوان الإسرائيلي ارتياح ممزوج بالحزن بالنسبة لهؤلاء الأسرى الفلسطينيين الذين أطلقت إسرائيل صراحهم بموجب صفقة المحتجزين المتفق عليها مع حركة حماس في نابلس بالضافة الغربية المحتلة وعلى الرغم من سعادتهم بالحرية أعرب هؤلاء المحررون عن ألمهم وحزنهم الشديد لما يحدث في قطاع غزة من مذابح ومجازر بأيد العضوان الإسرائيلي حريتنا لم تكتمل لتحرير آخر أسير بسجون الاحتلال مشاعر الفرح مغلفة بالحزن على المجزر التي يرتكبها الكيان الإسرائيل بحق شعبنا بقطاع غزة من وجه تحية الوفاء والنصر لأهلنا بقطاع غزة فاليوم نقدر نحكي أنه إحنا حطمنا الثلاثة لأغلقت زنزانة التحقيق أهالي المحررين أعربوا عن سعادتهم بعد الإفراج عن هؤلاء المعتقلين على الرغم من المعاناة التي مروا بها على أيدي الاحتلال تمنا صارت الصفقة وهي الحمد لله اللي طلعت إحنا طبعا حين مبسوطين بس مبسوطين ثلاثين في المية سبعين في المية بش مبسوطين بالنسبة للظروف هاي الصعبة اللي في غزة الدمار ديسترويد هاي الدمار الهائل والقتلة بالآلاف ولوضاع الصعبة فمش مناسبة أن نكون مبسوطين الهدنة التي حملت بعض الهدوء لسكان غزة البالغ عددهم نحو مليونين واربعمائة ألف نسمة حملت أيضا بعض الأمل للشعب الفلسطيني في تحرير ما تبقى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعودة الحديث مجددا عن ضرورة إيجاد حلول عادلة ويذرية للقضية الفلسطينية التي أهملت لسنوات طويلة واحدة الجارة محمد طويل